السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الحقيقة سنتحدث عن في هذه الجزئية رقم 15 للفصل الثالث عن مميزات الكمبوزيتماتيريال وعيوب الكمبوزيتماتيريال بعد أن تناولنا بدراسة والتحليل أنواع الكمبوزيتماتيريال وطرق تصنيعه من حالات المادة الثلاث سواء كانت سولد أو ليكود أو غاز سنتناول الآن مميزات الكمبوزيتماتيريال نمرة واحد high strength and stiffness اللي هي stiffness اللي هي rigidity بالحقيقة من خلال الجدول السابق في الجزئية السابقة التي تحدثنا عن خواص رأينا أنه بزيادة إضافات لمادة الأساسية وعمل كومبوزيتمنها حصلنا على سترينسة عالية الخطوة الثانية أو الميزة الثانية low weight ratio الحقيقة إحنا لما قلنا أن الكمبوزيتماتيريال يستخدم في الإيروسبيس إن التطبيقات الفضائية في الحقيقة تحتاج إلى وزد خفيف والسرينسة عالية وهذا ما نسميه low weight ratio رقم ثلاثة material can be designed in addition to the structure إن المادة المراد يعني رفع الخواص الميكانيكية بتاعتها يمكن إن إحنا ننتج على شكل كومبوزيت وهي دخلة في ضمن الاستراخشار بمعنى إحنا لما نشوف الصدام مثلا الخاص بالسيارة ده نعيه إنه عبارة عن كومبوزيتماتيريال صنعناه مرة واحدة كومبوزيتماتيريال ليس هناك أجزاء متجمعة أو مختلفة أو ملحمة مع بعضيها كما في الخطوة الأخيرة وهي can manufacture destruction and eliminated joints يعني الماتيريال بتدخل في التصميم دون حاجة إلى لحمها مع بعضيها من أجل إيه زيادة للسرنس الخاصة بها عيوب الكومبوزيتماتيريال بالحقيقة واحدة من عيوب الكومبوزيتماتيريال وهو الكومبوزيتماتيريال are heterogeneous heterogeneous معناها إن الصفات الكومبوزيتماتيريال من نقطة إلى أخرى مختلفة إن الناظر إلى مثلا الconcrete أو الخرصانة المسلحة على سبيل المثال يرى أن الحديد أو الربار السيل أو حديد التسليح موضوع في اتجاه معين معنى ذلك أن الخواص في هذا الاتجاه تختلف عن الاتجاه العرضي وهذا عيب من عيوب الكومبوزيتماتيريال يبقى properties in composite materials vary from bind to bind is a material most engineering materials structure materials are homogeneous إن أغلب المواد الهندسية تعتبر مواد متجنسة فيه الخواص والصفات لكن في الكمبوزيتماتيريال تعتبر الخواص فيه نقطة مختلفة عن الأخر لكن في الحقيقة للرد على هذا العيب فإننا نصنع الكمبوزيتماتيريال أو مادة متراقبة موجهة إلى تطبيق معين الخطوة الثانية أو العيب الثاني الخطوة الأولى تحدثت عن أن الكمبوزيتماتيريال غير متجنس أما الخطوة الثانية تتحدث عن أن الكمبوزيتماتيريال أو السترينث الخاصة بالكمبوزيتماتيريال تتغير من الاتجاه إلى آخر The strengths in composite vary as a direction along with we measure change the most engineering materials are anisotropic أغلب المواد الهندسية في الحقيقة تكون متجنسة في الخواص والسترينث يعني مثلا على سبيل المثال لو أني أحضرت قطعة من الصلب ودرست لها قوة الشد في اتجاه معين ودرست قوة الشد في اتجاه العمودي عليه سألاحظ أن هناك تقارب أو تطابق فيه قوة الشد لكن في الكمبوزيتماتيريال الأولى هذا مختلف تماما يعني يمكن أن تكون قوة الشد في اتجاه مختلفة عن اتجاه الآخر وعلى سبيل المثال ليست فقط السترينث الخاصة بالكمبوزيتماتيريال التي تختلف إنما أيضا ليست فقط القوة المتانة الخاصة بالسترينث بتاعة الكمبوزيتماتيريال أيضا هي فقط المختلفة إنما أيضا هناك صفات أخرى مثل الستيفنس الرجيديتي أو سيرمال إكسبانشن اللي هي التمدد الحراري أو معامل التمدد الحراري أو السيرمال أندليكري كوندكتيفتي أو معامل التوصيل الحراري والكهرابي أو الاندليكريب ريزيستنس اللي هي مقاومة الزحف أيضا كلها مختلفة حيث أنها يوجد علاقة بينها وبين السترينث والسترينث الخاصة بالماتيريال شكرا